مستمرين ما حضرتكم في هذه الحلقة يمكن زي ما حضرتكم عارفين بيكون معانا في اخر الحلقة كاتب صحفي بنتناقش معاه في الكثير من الموضوعات التي حدثت على مدار هذا الاسبوع يسعدني ان انا بينضم اليه الان عبر الاقمار الصناعية الكاتب الصحفي السيد يوسف ايوب رئيس تحذير جريدة صوت الامة عشان نعلق على اخر واهم الاخبار والفعاليات اللي حدثت خلال هذا الاسبوع او الاسبوع المنقضي اساز يوسف البداية برحب بحضرتك على شاشة اكستر نيوز يعني خليني ابدأ مع حضرتك بقناة السويس قناة السويس بتحقق ارقام قياسية رغم تراجع التجارة العالمية استطاعت قناة السويس ان هي تصمد بشكل قوي امام الانعكاسات السلبية لجائحة فيروس كورونا وكمان تنجح في مواجهة العديد من التحديات المترتبة على هذه الازمة وده اللي كان يمكن ابرزها تباطؤ حركة التجارة العالمية تراجع مؤشرات اقتصادات دول العالم قناة السويس طبقت حزمة من الحوافز الجاذبة والمارنة والتي تتعلق بالسياسات التسوقية والتسعرية للمرور بها وجذب مزيد ربما من العملاء الجدد خليني اسأل حضرتك في الموضوع ده تحديدا فكرة ان العالم كله بيعاني من ركود بسبب جائحة كورونا قناة السويس تشهد ارقامك قياسية جديدة ده حضرتك بتشوفه زي؟ وهل الان قناة السويس في مرحلة ربما جني سمار ما بدأته في البداية؟ مساء الله خير عليك يا أستاذة ومشاهدينك خلينا نتكلم في الاول فيما يتعلق بقناة السويس ده الارقام اللي حالك بتكلم عليها الانتعاشة اللي شهدتها قناة السويس اللي حالك تحدثت عنها ده ينكم اكبر رد على اللي كانوا بيحاولوا يشككوا في جدوى القناة السويس الجديدة اللي فتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي مونزو سنوات سمعنا محاولات كثيرة جدا للتشكيق وللتقليل من أهمية هذا الشريانة المائية البحر الاقتصادي لمصر سمعنا كلام كتير جدا لكن النهاردة الأرقام وحرك التجارة في قناة السويس أكبر رد على كل ما قيلة وهو محاولة التقليل من شأن هذا المشروع العملاء النهاردة حالك بتكلم على نقاط مهمة جدا بتكلم على تراجع حرك التجارة العالمية وتراجع بنسبة حوالي 10% بتكلم على انكماش في الوضع الاقتصادي العالمي بتكلم على تراجع في حركة التجارية عبر المنافذ البحرية وده كان خلى البعض يتحدث على إمكانية أن تتأثر قناة السويس بكل هذه الأحداث بسبب جائحة كورونا ربما كمان بعد تحدث على البحث عن بدائل لقناة السويس لكن اللي حصل عكس ده تماما النهاردة بتكلم عن من خلال إدارة حكيمة لقناة السويس من خلال مجموعة من الاستراتيجيات ومجموعة من السياسات التسوقية والاستراتيجية اللي تم وضعها من جانب قناة السويس استطاعت أن ترفع دخل القناة على مدى الشهر الماضية بحيث أنها لا تتأثر بالمؤثرات العالمية للوضع الاقتصاد العالمي أو حتى فيما يتعلق بجائحة كورونا وده كله يعني بيرتاكل لأدها زيادة حضرتك عليها أولاً بيؤكد على الرؤية الاستراتيجية المستقبلية في قناة السويس عندما تم إنشاء قناة السويس الجديدة الأمر الثاني هو الإدارة التسوقية الجديدة العاقلة من جانب القائمين على دارة قناة السويس التي جعلتها تستطيع أن تتجاوز أي أزمة سواء كانت جهاحة كورونا أو تراجع معدلات التجارة العالمية يمكن حضرتك في بداية تكلمك قلت أنه هو ده يعد الرد الأبرز على كل من شككوا في الموضوع المتعلق بقناة السويس في البداية طب خلينا أروح مع حضرتك لخبر تاني هو في الحقيقة خبر رياضي وتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي لنادي الأهلي على برونزية كاس العالم للأندية رئيس يمكن زي ما تابعنا كلنا تقدم بخالص التهنئة لفريق كرة القدم للنادي الأهلي على فوزهم بالمركز التالت في كاس العالم للأندية وأدأهم المشرف رئيس أكد أن الدولة لن تدخل جهدا في دعم ورعاية الرياضة والشباب المصري في كافة الألعاب الجماعية والفردية متمنيا دوام التقدم والنجاح للرياضة المصرية على كافة الأصعدة وزي ما قلت لحضراتكم ده كان في تغريدة على حساب الرئيس عبدالفتاح السيسي أو حسابات الرئيس عبدالفتاح السيسي على مواقع التواصل الاجتماعي أستاذ يوسف يعني يمكن إحنا مبارح تابعنا مباراة النادي الأهلي مع فريق بالمارس البرازيلي انتهت طبعا زي ما حضرتك أكيد تابعته والسادة المشاهدين بفوز الأهلي بركلات الترجيح 3-2 وبكده طبعا الأهلي استطاع أنه هو يحصد البرونزية واستطاع أيضا أنه يكرر سيناريو ليس جديد على الأهلي تحت قيادة مانويل جوزيكن في 2006 يعني حاز أيضا على البرونزية بعدما فاز على كلوب أمريكا المكسيكي بشكل عام أستاذ يوسف إزاي حضرتك قيمت أداء الفريق في هذه البطولة ويمكن ثمت الكثير من الرسائل تم إرسالها من قبل فريق الأهلي للمصريين هذه الفرحة التي بعث بها الأهلي المصريين إزاي حضرتك برضو تابعتها خلينا في البداية نقول أن ده يعني فوز الأهلي ببرونزية كاس العاملة عندها هو ليس انتصارا للنادي الأهلي وجمعين للنادي الأهلي ولكن أنتصار للكرة المصرية بشكل عامل النادي الأهلي كان ممثلا للكرة المصرية ولمصر في المنديال العالمي طبعا تبعنا أداء الفريق يعني أنا بعتبر مشجع أهلاوي كان عندي حالة من الألق من أداء النادي خاصة في أمام فريق بايران ميونيخ لكن كان النتيجة إلى حد ما معقولة متوقع بالنسبة لنا في الإطار الثاني كمان نحن بتكلم على أداء رجولي من جانب اللعيبة وده على فكرة ممكن نرجعه لمجموعة برضو من الأسباب النهاردة لو نرجع برضو الفترة اللي فاتت وبعد دعوات الوقف إيقاف النشاط الرياضي وما نلعبش كورة عشان كورونا ولا بذلك لكن النهاردة الدولة تحدد كل الكلام ده وتم تنظيم بطولة الدولة العام المصري وفق الإجراءات الاحتراثية المتفق عليها والملتزم بها كل الأندية تحت إشراف وزارة الصحة والتالي وصلنا إلى أن النادر أهلي حصل على بطولة أفريقيا النادر أهلي خط بطولة أخط ثلاث مباريات مهمة جدا في كاسر العالم الأندية استطاع أن يؤدي أداء مشرف في بطولة كاسر الأندية ده كله بيؤكد على أن نحن النهاردة المنظومة الرياضية بشكل عام بتسير في شكل أو في اتجاه صحيح وده كمان بيكمل اللي حصل من أسبوعين شفنا استضافة مصر لكاسر العالم بكرة يد النجاح الباهر اللي حققته الدولة المصرية في هذه البطولة ده كله ده بيؤكد على أن نحن المنظومة الرياضية للدولة المصرية بتسير وفق الاستراتيجيات ووفق الأمور أو وفق خطة أو خريطة النجاح التي تم رسمها ووفق كمان الإجراءات الاحترازية النهاردة احنا كان فيه كلام على فكر نمارس الرياضة لكن بما لا يتعرض مع صحة المصرية لكن اللي حصل إن الدولة سمحت بمبارسة الأنشطة الرياضية وده كان لديه تأثير إيجابي على المشاركات الدولية سواء للأنشطة المصرية زي الناد الأهلي والنهاردة كان الناد الزمارية بيلعب في بطولة أفريقيا أو حتى المشاركات المنتخبات وفي نفس الوقت الحفاظ على صحة اللاعبين أولا والجمهير أولا دي كانت المعادلة الصعبة اللي استطاعت الدولة المصرية عن حق بتحقيقها وتحقيقها وده كان يعني كان محل تقدير ومحل إشادة من كل الأوساط الرياضية زي ما أنت حضريك مؤخرا في بوكاسة عام لكرة اليد كان محل إشادة كبيرة جدا من الانتحاد الدولي وكرة اليد ومن المنتخبات وده كله ده بيؤكد على نجاح المنظومة الرياضية في الدولة المصرية أغزا بالإجراءات الاحترازية اللي بتحمي اللاعبين وتحمي كل الجميع من فيروس كورونا طيب أستاذ يوسف خليني أنتقل مع حضرتك يعني لموضوع إذا تحدثنا عن الإسبوع المنقضي هنقول ده موضوع الساعة وهو المتعلق بالفصائل الفلسطينية والحوار الوطني في القاهرة برعاية مصرية يمكن الفصائل المصرية شكرت الرئيس عبد الفتاح السيسي على الدعم المصري وتوجهة الفصائل بعد انتهاء اجتماعات الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه ورعايته للحوار الوطني الفلسطيني وجهت مصر دعوة للفصائل الفلسطينية ورئاسة المجلس الوطني لمنظمة التحرير ولجنة الانتخابات العقد اجتماع في البلاد وذلك في شهر مارس المقبل هذا واختتمت الفصائل الفلسطينية يوم التلتاء الماضي اجتماعات الحوار الوطني بالقاهرة برعاية مصرية وذلك بمشاركة 15 فصيل وقوة وطنية وشخصيات مستقلة حيث قدمت جميع الفصائل شكرها للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم ورعاية مصر للقضية الفلسطينية مثمنين جهود مصر وتضحياتها المستمرة لتحقيق تطلعات وأمال الشعب الفلسطيني كمان أكدوا على حرصهم على تحقيق الوحدة الفلسطينية والشراكة الوطنية يمكن جاء أستاذ يوسف في سياق هذا الخبر أو حضرتك أكيد تعلم أن حوار الفصائل الفلسطينية اختتم يوم أو مساء يوم الثلاثاء اليوم وبعد مرور ثلاثة أيام ربما الصورة اكتملت بشكل عام يمكن حضرتك والجميع اطلع على البيان الختامي لهذا الحوار بين الفصائل الفلسطينية برعاية مصرية هل نستطيع القول أن ربما الإشارات بدأت تشير لأن ما خرج من هذه الاجتماعات في اتجاه الدخول إلى حيز التنفيذ بشكل أو بآخر ده بتأكيد يعني ما حدث في حوار الوطن الفلسطيني في القهرة على مدار يومي الاثنين والسلاثاء الماضي هو بالتأكيد هو خطوة إيجابية نحو تحقيق الوآمل الفلسطيني الداخلي وموجة الانقسام اللي احنا اللي بتعاني من القضية الفلسطينية القضية الفلسطينية في هذه الفترة متمر بمرحلة عصيبة جداً شايفين المفاوضات المتوقفة وفي صفقة القرن والكثير من الأمور وبالتالي كان يجب أن يكون هناك تحرك من جانب الدولة المصرية الحريصة دوماً على مصلحة الشعب الفلسطيني اللي في حول إنهاء الانقسام الفلسطيني وده بيكون بمجموعة من الخطوات وكانت الخطوة الأولى فيها الاجتماع الذي عقد في قهرة الأسبوع الماضي واللي كان مركز بشكل كبير على إجراء الانتخابات هل أقول لحضرك أن هذه الاجتماعات بتؤكد للجميع مرة أخرى على أن مصر تقف على مسافة واحدة من جمال الفلسطينية أن مصر لا هدف لها في فلسطين سوى تحقيق الأمن واستقرار ودعم القضية الفلسطينية مصر على مدار تاريخها قدمت كثير جداً للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني يدرك ذلك جيداً وده كان واضح كمان من تصريحات كل الفصائل الفلسطينية التي شاركت في حوار القاهرة بأنها توجهت بجزيل الشكر للدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه الرعاية الكريمة والإصدافة وتوفير كل الأجوال الإيجابية التي تمكن التي مكنت جميع الفصائل التي كانت مجتمعة إلى الخطوة الإيجابية أستاذ يوسف في هذه النقطة تحديداً يمكن حضرتك ذكرت كلمة الأشقاء كثيراً في سياق حديثك واعتدنا كثيراً أن نتحدث عن أو استخدام كلمة أشقاء تحديداً هذا التعبير حينما نتحدث عن إخواننا في الدول العربية أو في الإطار الإفريقي بشكل أو بآخر لكن ما نراه الآن من تحركات من سياسة من نهج دولة إلى أي مدى من الممكن أن يجعل كلمة أشقاء ليس تعبير نستخدمه إنما نهج ربما يتبع من قبل الدولة المصرية والقيادة المصرية يعني خلال لحديك حاجة يعني فيك مصر تتعامل مع كل القضايا العربية وكل العرب أنهم أشقاء للدولة المصرية وزي ما قلت حديك أن موقف مصر لايس فقط تجاه في الوسطين ولكن كل تجاه القضايا والأزمات العربية في ليبيا وفي سوريا وفي اليمن وفي العديد من الأزمات والقضايا العربية تتعامل بمنطق واحدة هو الوقوف على مسافة وحدة من جميع الأشقاء العرب لأن المصلحة المصرية لا تهدف لتحقيق مصالح ضيقة مصرية كما تهدف كما يحس على البعض لكنها تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار العربي وفق المنظومة العربية التي تؤمن بها الدولة المصرية تحقيق الأمن والاستقرار الإقليم العربي ده عكس كمان بعض النهج لبعض القوى الإقليمية اللي مش عاوزة أشير إليها اللي بتحاول أن تعمل بأشكال مختلفة دعم إعلامي دعم مادي لجماعات إرهابية أو جماعات معارضة في بعض الدول لمحاولة تقليب الأوضاع الداخلية في الدول الدول المصرية على العكس ذلك تماما ريسل عبد الفتاح السيسي أعلنها ميران ويعلنها تكرار أن الدول المصرية لا تدخل في شأن أي دولة وأن كل هدفها هو أن يتحقق أمن واستقرار كل دولة القضية الفلسطينية هي القضية العربية المحورية والدول المصرية تقف على مسافة وحدة من الجميع الدول المصرية تقف بجانب دعم الشعب الفلسطيني أي أن كانت توجهاته لأن هدفنا هو حل هذه القضية وتحقق أمن واستقرار الدول الفلسطينية هذا هو أيضا هدف الدول المصرية أستاذ يوسف عفوا للمقاطعة ولكن دعني أتطرق معك إلى ملف آخر وموضوع آخر وهو نهتم كثيرا بالداخل المصري الموضوع متعلق بشكل أو بآخر عن مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة أنها ستتم بشكل مستقل تماما وتمويلها سيكون بشكل مستقل تماما المركز الإعلامي لمجلس الوزراء كشف عن أنه في دقمة تردد من أنباء بشأن الاستقطاع من حسابات المواطنين بالتمويل لباقي مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة تواصل المركز مع البنك المركزي المصري نفى تماما تلك هذه الأنباء وشدد على أن حسابات وأرصيد عملاء البنوك هي أموال خاصة ومستقلة بشكل كامل بأصحابها في هذا الموضوع تحديدا أستاذ يوسف مشروع العاصمة الإدارية يمكن هو من أكبر المشاريع اللي بيتم تنفيذها حاليا ولن نقلل إذا قلنا أنه من المشاريع الأهم والأطخم في هذه المرحلة يأخذ خطوات سريعة يأخذ بشكل طبيعي منحنى أسرع بشكل أو بآخر أيضا هو المشروع الذي يهاجم بشكل كبير من قبل الجماعات الإرهابية وقوى الشر محتاجين توضيح أكتر في هذا السياق لأستاذ المشاهدين أستاذ يوسف زي ما حدث قلت هو بالضبط ما يحدث الآن تجاه العاصمة الإدارية هو ما حدث مشروع قناة سويس هو ما يحدث تجاه كل مشروع تقيمه الدولة المصرية الهدف احنا خرجنا من 2013 من تحت حكم الجماعات الإرهابية بدنا نطلق لدولة جديدة كان ده الهدف الدولة المصرية هدف الشعب المصري وكنا عارفين من البداية أن هناك محاولات لعرقات أي مشروع بتقوم ببناء أو بتقوم بتأسيسه الدولة المصرية والمحاولات الاستاذاف معروفة من خلال إطلاق شعاعات من خلال عملات إرهابية وأمور مثل هذه التي نتلحق لكن أن يصل لحد أستاذ يوسف لفكرة ترويج إشعة أن الحكومة بتاخد من أرصدة المواطنين الخاصة في البنوك بس هي ترديد إشعاعات هي غير منطقية وغير معقولة يعني النهاردة بتكلم على أن الحسابات المصريين موجودة في البنك لم يدار أي بصري من استقطاع أجزاء من حساباته وبالتالي النهاردة ما اطلع حتى أصبحوا حتى فاشلين في إطلاق الشعاعات يعني ده فشل إفلاس في إطلاق الشعاعات المصريين النهاردة في نسبة كبيرة جداً لم يوجود حساباتهم في البنوك ولا هم حسابات في البنوك لم يشتكي أحد من أنه حدث استقطاع من حساباته للعاصمة الإدارية أو لأي مشروعات أخرى وبالتالي حتى هم وصلوا في مرحات الفلاس وإطلاق الشعاعات ليس لها حساس من الوجود وحتى يعني المصريين نفسهم مش محتاجين أي توضيح لأنه هي شائعة تكذب نفسها طيب أستاذ يوسف أنا عايزة سريعاً أناقش مع حضرتك آخر موضوع في حلقة اليوم وهو عن فحص 102 مليون طفل في إطار مبادرة الرئيس للكشف عن ضعاف السمع كشفت وزارة الصحة والسكان عن فحص 1.298.095 طفل في مبادرة رئيس الجمهورية لإكتشاف علاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة اهتمام الدولة بهذه الفئة اهتمام الدولة بحديث الولادة هل إلى أي مدى ده بيعكس قرب أو النهج الجديد اللي بقيت بتتابع الدولة وقرب الدولة بربما أهلين أو مواطنيين مصر ده بيعتي في إطار العبارة الأشمة اللي وضحها الرئيس عرف الفتاح السمع لها حياة كريمة لكل المصريين حياة كريمة بتشمة لكل المصريين شباب ناشكة قبار سيدات رجال أطفال الرئيس عرف الفتاح السمع في الفترة الماضية أطلق مجموعة من المبادرات الصحية اللي استهدافت كل فئات المجتمع وإحنا كنا شوفنا قبل 2010 في الفترة دي كان هناك تجاهل تام للمجموعة من الأمراض اللي بيعاني منها المصريين يعني حتى بعض كان يتقدر إيها محدش يهتم بيها الكوكاعة الفيروس سي حاجات كثيرة جدا لكن النهاردة حدث تحول كبير في اتجاه الدولة المصرية واصبح هناك اهتمام واصبح هناك تفعيل لفكة حياة كريمة لكل المصريين وأن هذه الجملة لا تكتصر فقط على فئة معينة ولا تمتد لكل فئات المجتمع المصري وذلك من الأطفال حتى كبار السن نعم أستاذ يوسف أيوب رئيس تحرير جريدة صوت الأمة أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر على كل هذه الإضاحات والتعليقات